مش ممكن تكون استأذنتها وروايدة اصل لا 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 ما استأذنتها شي خدت الفلوس قدتلك خدت الفلوس وقامت بعت الفلوس لاختها من غير ما تقولها فروايدة كانت متدائقة من الحكاية دي روايدة لو كان عندها احساس بالانتماء للبيت ده وكان عندها تعاطف وعلاقة كويسة مع اختها كانت هي اللي ادت الفلوس ولكن انا وقتها سيئة وما فيش احساس بالانتماء اه? يا اخي انا مصدومة والنبي مصدومة من ايه? من انه ام تعمل كده مع بنتها برضو انا عدت اتعب في الفلوس وانزل واشأل وعلي كده تديهم لاختي اختي ليه واختي اصلا انا بغير منك فانا مش هساعدها اصلا ايوه ما هو احنا اللي غلطانين في ان احنا ما خلناش العلاقة بينهم تبع علاقة سوية برضو احنا اللي غلطانين كأب وام احنا كنا المفروض نخلي العلاقة علاقة سوية ويبقى البناء على قلب بعض والاخوات يساعدوا بعض التلاتة ايالك فالمفروض تحب التلاتة زي بعض. غصب العلم. ما ينفعش. هو اللي بيسمع كلامي هو هو الباربي لو تعبت هيشلني. حتى لو انت بتحبي واحد اكتر من التاني ما تمايزيش حد عن التاني. حتى لو كان التاني بيبقى احسن منه? حتى لو التاني حسن منه. ما تمايزيش حد عن التاني. مش ميزة بس قلبي بياخي بيحبه اكتر. ما هي بقى دي المشكلة. هو تفتكري لما قلبك يحب واحد اكتر. البقين مش هيحسه. هيحسه. هيبوا محترمين زي. لا خالص. ولما هيحسه. هيتقلب الموضوع بالعكس. هيبقى يغيره منه. يعني الوايدة بتاعنت دلوقتي. اه طبعا هيبقى يغيره منه. وهيبقى في مشاكل بينهم وبينك وبينهم وبين اخوهم. فانت كده زراعتي كراهية. ما زرعتيش حاجة تانية غير كده. عشان كده احنا محتاجين ان احنا من ما يسى حده عن التانية. كلهم ولادك. حتى لو انتي عندك احساس بحده اكتر. داريه. بس اقوله في وده انا بحب اكتر. لا. داريه خالص. ما تباينيهوش. دي مصح. ده غزم عني امه وعطيفة ما اكيد ما ميتها عمل. خلاص يبقى اتوقع ان في واحدة هتغير. وخدي بالك هتلاقي في مقارنات طول الوقت. طبعا. يعني هتلاقي في البيت ده في مقارنات طول الوقت. ده بيخلص الواجب. ده نام بدري. ده بيروح المدرق. اسوأ. اسوأ حاجة في الدنيا المقارنات اللي بتتم بين اه اه الارايب وبعضهم وبين الاطفال وبعضهم. لانه ده بيخلي الارايب والاطفال دول يكرهوا بعض. وبيفقد الطفل الاقل سقطوا في نفسه بشكل دي. ده اللي انا كنا بنقوله حتى لما بتهزر بتقولها كايف فيه. يعني يا اخت ام عاجبي. انه تفتكر ابني خارة محمد صلاح ده كان حاسس بايه. تخيل ماما امتو كل يوم جاء خالته. امتو تقوله ايه كل يوم. اه كل يوم تقوله ايه صحيح. تنخلق شوف محمد صلاح. اه. طب روايدة دي تعمل ايه. طب روايدة دي تعمل ايه. طب شوف تنمشي ازاي. يعني لازم ما نعملشه مقارنات صحيح. طبعا. المقارنات دي اسوأ حاجة في الدنيا. وبتقلل سقط الطفل في نفسه بشكل كبير. الحمد للان روايدة قريبها مش محمد صلاح. الحمد للان روايدة مش محمد صلاح. الحمد للان روايدة مش محمد صلاح.